عرفوا ان كان فيه قطيع استمرت سنين طويلة بين الراحل كامال الشرناوي والرئيس مبارك لدرجة ان كامال الشرناوي كان بيرفض تقريم الرئيس مبارك تماما والسبب ان سنة 1956 ودي السنة اللي عمل فيها كامال الشرناوي فيلم وادع في الفجر اللي ظهر فيه الرئيس مبارك كقائد لسرب الطيران وده المنصب اللي كان بيشغله في الوقت ده وبسبب ظهوره في الفيلم اتمنع عرض الفيلم لمدة 30 سنة